السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير شاء الله عركم ملاح اليوم عندنا ريفيو على واحد البروداكت الي هو ميكروفون ويرلس ميكروفون مايكروفون انه بزاف يعني مشاكل في اللغة فرنسي عنقلي عربية تخلطت المهم الميكروفون هدايا يسميه W10 Pro من عند شركة ميرفاك شركة هادية شغل شركة جديدة تاع ميكروفونات مهي قديمة شوية في الضمان بس كمولفة تخدم الجيمبلز ونو موقع تعرفوها اللي هي موزا موزا اير كروس موزا اير كان بزاف الجيمبل يعني نجحين تواحى ودوكا داروا شركة مصغره اللي تخدم الميكروفونات والحاجات المتعلقه بالصوت وبعتوا لي هاد الميكروفون اللي هو W10 Pro اللي فيه زوج ترانزميترز يعني زوج ميكروفونات وباش نكون صارح شوية معكم الميكروفون هدا دار لي مشكلة هدا في حياتي عنده بزاف وهو عندي عنده دقاق والوحدة الربعة شهر ولا خمس شهر من اللي بعتوا لي وما درتش عليها ريبيو هي في الاول بعتوا لي النسخة العادية يعني فيها ميكروفون واحد ترانزميتر واحد وريسيفر واحد النسخة هادي كانوا فيها بزاف مشاكل ما ما عجبونيش وبعدها انا وش درت عودت قلت لهم يا اوديها وشكينا 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 باش ما نظلمهمش يعني باش نشوف اسكو عندهم دي ميزاجور اللي قدروا يديروهم اسكو كين حاجات بلك فاديك اللي اعطاوها لعيانا وعلى كل حال هم عودوا وبعتوا لي يعني ميزاجور وقالوا لي هاد العفايس هم يتسجمو بالميزاجور نورمال عادي من بعدها ما ما تسجموش يعني بريمو قعدوا في ها المشاكل وما ما عرفوا شو شندين انا مراها بعتوا لي يعني الفيرسيون البرو بتاع هاد الميكروفون اللي فيها زوج ترانزميتر وزوج ودركاء لكم تسمعوا في الصوت يعني تاع هاد الميكروفون واحد فيهم علي كل حال انا مطفي واحد واحدة اني استخدم فيه دي ركت قدامي باش تسمعوا يعني الصوت تاعه اسكو يمليح ولا لا 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 نبدأوا علي كل حال نشوفوش يجي معاه في الباطة في الميكروفون هاد الحاجة الليولى يجي معاه ريسيفر واحد وزوج ترانزميتر زوج الميكروفون هادية حاجة باينة يجو معاه تاني زوج لي يجي واحد مخصص الكاميرا واخد مخصص لهاتف يعني باش تقدر قدير تخدم بهاد الميكروفون ثاني في الهاتف عادي جدا يأتي معها لكابل ثلاث فقط وهو فيه 3 مخارج تقدرون انك تبقى كلية بكابل واحد ي έχل من البطاريات سنستطيع القiosa بإعادة 3 لكابل و 3 عينات سachen اللمتين بش Fast drive و 10 بطائر واحد وتشاش تبقى البطاريات سوف ادخين انتها ميكروفون كي ستمكنون بإعادة مجلسة поэтому لون تستطيع الإرادة كي تمر قوس خاصة م swapped فعليك دار رقمو تغذر بcksريك من الميكروفون oz Gay ميكروفونك على م Service Sasuke فعلياتري موضوة تغذيرها ظهفوا بدميرها او ب detriment مجر Don وتخدم عادي كما تحب وتقدر ما مديرو يعني في تليفون يكون عندك تليفون دير ريسيفر تاعك في تليفون وزوج ميكروفوناته ما تهضر بهم عادي الحاجة الثانية المليحة في الميكروفون هذي اللي هي الرينج يعني الرينج تاعه المسافة اللي تقدر تروح تباعد على الكاميرا مليحة يقدر يلحق حتى 70 مترا ولا اكتر وعني قدرت لتالسنائية شفت بلي يقدر يلحق حتى 100 مترا الحاجة اللي لازم تاخدها بعين اعتبار الميكروفون يجب دائما يكون يقابل الكاميرا لا تقدرش تديرو موراك ولا تدور بظهرك الكاميرا كتدور بظهرك الكاميرا يصرف فيها انترفيرنس ويتكوبة الصوت وهذه المشكلة على كل حال كان ينفيقاء الميكروفونات يعني كتفوت 10-15-20 مترا كتدور بظهرك الميكروفون يعني يصرف له هذه المشكلة بصح هنا كاين عفسة مليحة اللي داروها في الميكروفون هذي واللي هي SD كارد يعني تقدر تدير SD كارد داخل الميكروفون وتقدر تديرو ميكروفون هذي حتى ولو كان يعني ما تستخدمش الريسيبر تقدر تستخدم غير تنزميتر هذي تشعله ودير كارد ميموار وتدير تديرو يعني تقدر تديرو الصوت تاعة وحده بلا تحقق كاميرا يعني كتستخدمو ديركت مع الكاميرا ودير الكارد ميموار هذيك وتديرو هنا راح تضمن بالي الصوت تاعة ما راح يتكوبة ماملو كان تضرب ظهرك ولا تبعد كتر من 100 متر على الكاميرا لا يوجد شيء مشكل في الصوت و راح تقدر تعاوت ركيبيريه من الكارد ميموار عادي جدا وكان واحد الخصائص وحده اخرى يداروهم في الميكروفون يعني تلقاهم في الريسيبر على خاطر هذي ترانزميترز ما فيهمش يعني شاشة الخاصية الاولى اللي هي الغين يعني تقدر تزيد وتنقص في الغين تاعة الميكروفون الصوت اذا يكون طالع ولا هابط ديركتهم من الميكروفون يبدأ من ناقص 18 حتى الزيتستو الخاصية الثانية اللي هي اللو كات فيلتر اللو كات فيلتر و ماذا معنا؟ ما تعينا حيلك الاصوات الخارجية اللي تكون بعيدة شوية عليك ما يلتاقط غير وش كاين قدام الميكروفون سحنا كيسيتها ما مقنعتنيش والصوت هادا كتلقاه بلي يتخسر بزاف الصوت التاع الميكروفون يولي عيان ودو بريفيرانس تخليوها في الزيرو يعني ما تديروش قاعد اللو كات فيلتر باش يكون الصوت تعاكم مليح نالو تسرم اه ايه صح تكون تسجل الفيديو هكذا و بعد يعطيه لكي كارا واحدها بطار مال كيفاش تحبيت تكون صوت الانتر و تقوم بالفيديو و تكون اكتيف حاجة واحد اخرى اللي مليحة في الميكروفون هادا اللي هي البطارية تشد حتى الخمس وائع في الترانزميترز يعني في الميكروفونات و يقولوا حتى السبعة او الاتمن سوائع في الريسيبر على كل حال هي لازم صحقائيته في الترانزميترز معيدات كوبالك الترانزميتر الميكروفون تاك خلاص يعني ما تقدرش تزيد تحضر ماذا كان حاجة مليحة فيه الاس بي سي تقدر تديرو يتشارجو و ممطنعو يخدم بس ما تقدر تدير باوربانك صغير ورعك دايا معاه تخليه و تخليها عند الانسان هادا اللي هو يهدر اه 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 كما حبيت 8 سوائي 10 سوائي على حساب يعني الباوربانك تاعك و على كل حال كما قلتلكم كما رأيكم تسمعو دوكا ديريكتوان في الميكروفون هادا يا الميرفاك اه من الميكروفون الداخلي التاعو و شاح نديرانا دوكا دوكا راح نسيه يعني الميكروفون هادا اللي جي معاه في الباطا نشوفو اسكو مليحو لا 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 على بالي بالدوكا رأيكم ريماركيتو بالصوت مقس الميكروفون هادا اللاوف مايك ماجمنيش بزاف دوك ندير مقارنة باش نشوف ما بين هاد اللاوف مايك واللاوف مايك اللي عندي تاع البوايا يعني البوايا هاداك مقبول شو يكون نديرو في الكاميرا وبالتالي صرف دوكاركم اسمعو الميكروفون تاع بوايا ولازم نديرو هاديك القفلة هاديك تاع كاميرا باش تقدروا تحتاروه اسمعو certificate ماجميش تاقديبوا دوكاراكم تسمعو في الخلايا يدور الميكروفون كيف كيف و البوايا هادا اخير على كل حال لكي لا تضلموش المركه هذه الميكروفونات عادة ليجيوا مع الميكروفونات هدوما اللاسلكية دائما تلقى هم قليتي نقصة شوية على خاطرش دجارة ويعطي لك ميكروفونات داخلية ويعطي لك خاصيات بزاف ثم بعدك يعطيك ميكروفون لاف مايك بينما بلح يعطي لك واحد رخيص شوية وماشي قليتي مليحة بزاف كانين واحد اخرين كما سانهايزرز كما تعرض لاف بلاس هداك يعني تلقى هم قليتي خير وخير تقدرAR من بعد شرع или تحسنت على مدらية الصوت يعني هذه الخاصية من الخروصات التي تستخدمو بها هاد الميكروفون يعني تستخدموه مع ميكروفونات زيارة ذات اليي الي يكونوا الهديد تلك الخارج经re سviamente والالتقيقت تلك خير وتقدروا طولوا آ verschملتوا صوت absolutamente لايجسيا في عدد ما تفعلوا فوق الكاميرا تقولوا مع الميكروفون هذي و تضعوا وين حبيت و تقدروا مام يعني تستخدموه في الخاصية هذيك باش تفعلوا تعليق صوتي و يخرج لكم صوت مليح كل ما تقاربوه ليكم كل ما خير تقدروا مام ديراكت كي ما قلت لكم بالكارت ميموارة تنجستروا ديراكت ومالصوت في الاسدي كارت هذيك و تخدمو به ديراكت ومالصوت بلا ما تسحقوا الكاميرا وكارت ميموارة على الكاميرا وفيديو دور كان أعود أن أقول لي والمشاكل التي ألقيتهم في الميكروفون وخاصة في النسخة العادية التي فيها ميكروفون واحد ترانزميتر ورسيفر واحد المشكلة التي ألقيتها في النسخة العادية هي الـ Gain الـ Gain كنت تفعله المينيموم في الميكروفون ناقص 18 في الـ GH5 كان ثاني ناقص 18 وهكذا الصوت كان يساتوري يعني الصوت كان زائد بثاف في الميكروفون لا يمكنكم أن نقص له في النسخة الـ Pro هادية لم أردت هذه المشكلة يعني ذكران الـ 0dB في الكاميرا ومواند يزويت في الميكروفون يسمى الصوت لا يساتوري على كل حال يمكن أن يسجمها من أوجايف ولكن هناك شيء يمكن أن يتحكمه في اللوجيسيال ويرى المشكلة تعلقين في النسخة العادية لا يوجد في النسخة الـ Pro لا أقصد المشكلة شيء الثاني الذي لم أجبتني هو الصوت الكارت ميموار يعني كيف تدع الكارت ميموار ومواند يزويته ومواند يزويته لكن يدعونها MP3 وليس يدعونها Wave كما كانت الكاميرا ومواند يزويته مواند يزويته لا يمكنك التحكم في الصوت وكيف يخرج شيء آخر يسمى كارت ميموار لا يمكنك التحكم فيها إذا كانت الكارت ميموار وطبعتها في الميكروفون لا يمكنك التحكم فيها لا يمكنك التحكم فيها أو سيبريمي وكيف يمكنك التحكم فيها وكيف يمكنك التحكم فيها وكيف يمكنك التحكم في الكارت ميموار ونفرماتها لكي نبدأ بإمكانك التحكم فيها مشكلة واحدة أخر تانية وليلقيته في الخاصية تحت السجيل الداخلي في الكارت ميموار هذا الوديو يستطيع فيه أساسي يسمى Audio Drift وماذا معتها Audio Drift؟ الصوت التاعك اللي يكون هنا في الكارت ميموار واللي يكون في الكاميرا لم يمشيش بنفس السرعة وماذا معلو اللي يكونوا يمشيوا كيف كيف وبعدها مر دقيقة مر زوج مر ثلاث دقائق تجد بلي الصوت التاعك مرهوش سينكرو تبدلت السرعة هذيك اللي كان يمشي بها تاع التسجيل الداخلي أبطأ شوية من السرعة تاع الكاميرا وهناي صارات يكالاش في الصوت ومشكل شوية يعني على كل حل المشكل هادا الحل تاعه سهل شوية وانا يعني تعلمتوه بفضل هاد التجربة يعني جامعة تلاقيت بالمشكل هادا ماذا كتلاقيت بها تعلمت عفزة جديدة وهي كيفاش نكوريجي والاوديو دريفت يعني دخل داخل اللوجيسيال تروح الاخر بيست اوديو هاداك تاعك يعني وين تخلاص وتسيي كيفاش نقص لها بسرعة حتى تطيح سواسوا مع بيست الكاميرا ويعني مشي عفزة كبيرة بزاف وكان مشكل واحد اخر يعني اذا تلقيته في الميكروفون هادا يا كي كنت نستخدمه مع الميكروفون تاع وائلس جو تاع الروت قربتهم بزاف لبعضهم بعض وبعض انهم اركيت بلي الصوت وحبس اهدي عفزة كبيرة بولاش يمشي حسبت لي معلومة البطارية هي وبعد ان لقيت بلي لالاك يقربتهم بزاف صارت انتلفيرنس بيناتهم وتكوب باقي على الميكروفون هادا عكس تاع الروت بقى يمشي عادي بسماع الميكروفون هادا يجب ان تردوا بالك كيف تستخدم فيه لا تقوم بتحديد ميكروفون اخر ولا احتى التوشيه بيدك كيف تستخدم به ولكن احنا تاني في ناتري سيتي وستطيع انترفيرنس في الميكروفون هادا شي احد اخرى ما اعجبتني يعني عفزات الديزاين هذا الديد كارت هادا كيف يتبعصو صعب شوية ديجا تتعاني شوية تبعصوهم واحدة ثانية سيغلقو لك المنفذ هادا كالجاك الذي تدر فيه الميكروفون لافمايك لافمايك بالصح سيكون لك مشكلة لازم تحط هادية لازم تنحي اللاف لازم تنحي هادية على كل حال الميكروفون هادا ليانا مقبول من الصباح انتم تسمعوا في الريفيو هادا بالميكروفون هادا باش تعرفوا الكاليتيتات الصوت قبل ما نكملوا فيديو نقول لكم بالكاين كيفواي على الميكروفون هادا النسخة العادية اللي فيها ميكروفون واحد وريسيفر واحد ويعني اللي حاب يشارك يكتب لتحت كومنتر في الفيديو عادية وبعدا نديروا قرآن نديروها في اللايف ونشوفو شكل الرباح وبصحته اللي يرباح على كل حال ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتلاقوا في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة